ولكنها عبادة لله عز وجل وهي من الأعلى مكانة وأهم العبادات الدعاء يأعود إلى فئة الذكر إذن هو أيضا وقت من الذكر ولكن وكما تعلمون هو وقت نطلب فيه أمورا من الله عز وجل لنفسنا ولأمتنا وللآخرين ولعائلتنا أيضا إذن من الذي يتحدث في المقدمة ما الذي يجري هنا يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم وقال ربكم ادعو لي أستجب لكم إذن في سورة غافر في الآية أربعين يقول الله ادعو لي وسوف أستجيب لكم ادعو لي إذن بالدعاء وبالذكر وأنا سوف أستجيب لدعائكم وهذا عبارة عن أمر وفيه إشارة إلى حتمية وأهمية الدعاء فهو ليست توصية وليست مجرد أمر طوعي هو أمر إجباري إلزامي يجب علينا أن ندعو الله عز وجل ونتضرع له بالدعاء ودعاء له يعني أيضا أن نعبده وبعض المفسرين قد فسروا هذه الآية بأن الدعاء هو نوع من أنواع العبادة الدعاء هو من أهم القيم والأفعال من أهم العبادات أود الآن أن أشدد مرارا وتكرارا على هذا الأمر لأنه نأخذه من المسلمات وهذا أمر لا ينبغي علينا القيام به أن الدعاء هو عبادة لأنه عندما يكون صحيحا يكون شكلا من أشكال الخضوع والعبودية وهو من أن ذكرنا من التواضع لله عز وجل وندرك حاجتنا ونقرر بكل هذه الأمور وهي في هذا كله في صميم الطبيعة الحقيقية لهذه العبادة ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في تقليد قال بأن الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وهؤلاء الذين يعرفون اللغة العربية فربما يتفقون معي بأن نطقي بالإنجليزية أو ما ذكرته بالإنجليزية ضعيف ولا يعبر عن الحديث العربية وهو أن الدعاء هو العبادة إذن هي عبادة مخاصة نوع مخاص من العبادات الحاكم وهناك أيضا حديث مشابه قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام والمفسرين قالوا بأن أفضل العبادة هي الدعاء إذن أحد أفضل أنواع العبادة هي الدعاء إذن هي ليست نوع من العبادات وإنما هي العبادة نفسها وأهم وأفضل أنواع العبادة وعلينا دائما أن ننظر إلى الدعاء بحقيقته وهو أمر أساسي لعلاقتنا بالله عز وجل والترمذي أيضا وهو معروف لنا جميعا في الحديث المنقول عنه والذي قال بأن الدعاء مخ العبادة وهو يعني نخاع العبادة وهو النخاع هو ما يكون في العظام والذي يعطي الحياة إذن الذكر هو جوهر وفي صميم العبادة وهو لا يمكن الاستغني عنه الدعاء هو إيمان عميق وهو تجسيد للاعتقاد وله طبعا فوائد قوية لقد دخلت في الإسلام في عام 1970 وهذا قبل مدة طويلة ولم أكن أؤمن قبل ستة أعوام من ذلك وقمت بعد ذلك بترك المسيحية ولم يكن لدي أي دين أردت أن أؤمن أردت أن أجد الله عز وجل ولكن كيف يمكنني القيام بهذا من أين أبدأ وقد وجهني الله يوم الجمعة في الثاني من يناير عام 1970 وهو تاريخ ميلاد أمي وطبعا قرأت ما كتبه مالكوم إكس ولم أستطيع أن أتوقف على القراءة قرأت ذلك ليلة نهارا وفي الصباح الذي تلاها اعتنقت الإسلام وأنا متنن الله عز وجل على هدايتي ولكن استجابتي هي ليست استجابة فريدة وإنما هي استجابة إنسانية طبيعية لأن هذا يتماشى مع الفطرة وقد دعوت إلى الله عز وجل بخضوع وكان هذا أول مرة في خلال ستة أعوام وقد كان تأثير الدعاء علي عميق جدا لم أتوقع أبدا أن أختبر شيئا مثل هذا وهذا الشعور الذي هيمن علي وهذا العبء التقيل الذي خرج من صدري وشعرت بخفة كبيرة وشعرت بسعادة غامرة لقد شعلت بالسعادة إذن الدعاء هو عمل من أعمال العبادة وقمت بهذا بشكل طبيعي لأنني إذا آمنت لأننا عند الإيمان بالله فنحن نعرف ونؤمن بوجود وهذا يتطلب مننا أن ندعو إلى الله هو ليس أمر فلسفي أو موقف فلسفي إنما هو موقف وصلة ما بين العبد والله عز وجل إن الدعاء هي عبادة عالمية إذن هي ليست محددة أو خاصة لمجتمعنا أو لأي مجتمع آخر وهي ليست أيضا خاصة للمؤمنين فقط إنما هي موجودة لكل إنسان والدعاء الذي يكون صادقا ومتواضع يقبل الله عز وجل أي كان الذي يقوم بالدعاء سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن وسواء كان في هذا الدين أو ذاك إذن هذا أمر مهم جدا وبالتأكيد الدعاء العميق هو المعيار هو لديه البركة أبعد من أي شيء يمكن تخيله ومن الأهمية بمكان أن نفهم بأن الدعاء ليس له شكل واحد وليست حتى عبارات واحدة أو كلمات واحدة يجب علينا أن نتمتع بالعفوية وأن نتضرع إلى الله عز وجل سواء كان باللغة العربية أو بالأردو أو بالإنجليزي أو أي لغة كان ومن الأهمية بمكان أن تخرج الدعاء من قلبك ونقدمه انطلاقا من الحاجة الملحة والرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمح لنا أن نبتكر في الصلاة فقد قال صلوا كما رأيتموني أو صلي لم يترك مجالا هناك للتخمين ولكنه في الذكر والدعاء هذه تركت مفتوحة وهنا من الأهمية بمكان أن نرتجل وأن نتحدث من صميم قلوبنا وأن نتحدث بالعبارات التي تهز كياننا ومن الأهمية لنا أن نستفيد من بركات الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان بشكل مستمر يرى أصحابه يرتجلون ويدعون الله ويذكرون الله وغالبا كان ما يسألهم من الذي قال هذا ومن قام بهذا ومن ثم يطر عليهم على هذا الذكر والدعاء فالأمر يختلف عن الصلاة التي لا ارتجال فيها وهناك حديث آخر للإمام البخاري حيث الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نقوم بالتحيات عندما نجلس في الصلاة وفي حالة الركوع ومن ثم قال بعد هذا أن الحديث طبعا الصحيح يقول ومن ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو إذن بعد أن نقوم بالتحيات في الصلاة ثم يقوم الرجل أو المرأة ودائما هنا عندما نذكر صفة المذكر فنحن أيضا نشير إلى المؤنث فإذن عليه أن يختار في الدعاء ما هو أقرب إلى قلبه إذن مجددا هذا أمر له علاقة بالخيار والدعاء والذكر لا وجود فورمات أو صيغة ثابتة بالنسبة لهم وبالتالي هناك حرية قدر كبير من الحرية ولا بالرغم من أن هناك خطوط أو مبادئ عامة لا تتضمن الأدب والكياسة واللباقة وإلى ما إلى ذلك ولكن الدعاء أيضا فيه مجال للإجتهاد حيث نسعى إلى أن نخرج بأفضل دعاء يمكن أن نقدمه إذن هذا مجال واسع ولا يجوز تضييقه فلا نقول فقط بأن علينا أن ندعو كما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنكم لديكم الحرية في الدعاء ونحن نحثكم أن تقوموا بالدعاء بأشكال مختلفة وصيغ مختلفة قال الله عز وجل في كتابه الحكيم في سورة النمل في الآية 226 يقول ومن يجيب المضطرة إذا دعاه ويكسف السوء إذن من غير الله يستجيب إلى المحتاج عندما يدعو له ويقوم بتبديد الأذى إذن هنا من يشعر بالحاجة هو أي شخص سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن أي أن كان هذا الشخص سواء كانوا أناسا لديهم حياة إيمان وعقيدة ولكن الرسول الله عز وجل قد طلب من الناس أن يدعو له حتى يقوم بأن تخلص من الأذى ومن يجد نفسه في يأس أو فقر أو قمع أو مرض أو تم ظلمه يدعو فليدعو إلى الله وهذا أيضا يشير إلى أنه لا يوجد صيغة محددة قد يكون شخصا حتى أنه لا يعرف أي صيغة من صيغة الدعاء فهو أو هي قد يدعون الله بصدق فإن الله سيستجيب لهم قبل أعوام عندما كنت أدرس في جامعة ميتشيغين كان هناك مجموعة من المجتمعات التي كانت ملحية وملحدة وكانت هناك تلك المرأة الملحدة وكانت تتحدى الدين وكانت تعتبر أن الدين أكبر قامع للمرأة وكان لديها طفل صغير فهي كانت مطلقة وكان عمر ابنها بضعة سنوات وفي يوم من الأيام في الربيع كنا في الخارج في منطقة مفتوحة وكان هناك مركبات وسيرات مصطفى على الطريق وقد كررت ما تقوله عادة وبدأت تنتبه إلى ابنها الذي ابتعد واختفى ما بين السيارات المصطفى وقطع الشارع وفي نفس الوقت كان هناك سيارة تأتي من الطريق الأخرى الآخر مسرعة ومن ثم انتبهت وعرفت بأن ابنها ربما قد يصدم ويقتل فما الذي قالته يا إلهي بعد أن كانت تنكر وجود الله وتنكر الدين ولكن هذه كانت فطرتها هذا هو ما خلق عليه الإنسان فقد دعت الله وفي وقت الحاجة وفي وقت العجز وبحاجة ملحة ورغبة ملحة ومن ثم ضعست السيارة على المكابح وقد انتبه السائق المسرع وجود طفل وفي لحظة فقط وفي مسافة قليلة جدا تجنب الطفل والطفل لم يصب بأذن ومن ثم عناقته أمه إذن انظروا ما الذي جرى أنه عندما نكون حقيقة في حاجة ملحة فعندما نلجأ إلى الله عز وجل فهو لن يخذلنا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال في حديث مشهور نقله معاذ بن جبر وغيره بأنه عندما أرسل معاذ بن جبر الصحابي الكبير إلى اليمن ليكون هناك حاكمه حاكمه قال له اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس فأنه ليست بينها وبين الله حجاب إذن قال له اتقي دعوة المظلوم لأنه ليس بينها وبينها ليسها حجاب مع الله عز وجل إذن مجددا الشخص الذي يكون محتاجا لديه تذكرة مجانية لديه مساحة للتواصل مع الله عز وجل ومن دون أي تصيغة محددة فليقل ما يريده ويدعو الله والله سوف يستجيب فلا ساتر ولا حجاب بينها الدعوة وبين الله عز وجل أصحاب الحاجة الملحة دائما عليهم أن يلجوا إلى الله عز وجل هؤلاء الذين يدعون الله يدركون عجزهم الكامل و صغر حجمهم أمو الله عز وجل وحتى لم يكن مؤمنين فأن الله عز وجل سوف يسجيب لهم فما بالكم ما بالكم بنا نحن المؤمنين علينا أن ندرك أهمية الدعاء وعلينا أن نقوم أيضا بأن نكون في حالة الابترار الدائمة هذه الحالة الدائمة من الشعور بالعجز أنا ليست لدي أي سلطة على نفس أنفاسي ونفسي التالي من أنا لأفكر بنفسي بأنني شان مستقل ولدي اكتفاء ذاتي إذن عن طلينا أن دائما أن نشعر بهذا هذا الأمر بأننا بحاجة إلى الله عز وجل علينا أن نشعر بالتواضع بالخضوع بعظمة الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الصباح وحتى الأنبياء قبل الإسلام كانوا يدعون الله وأدعية قوية ويستجاب لهم لأنهم لم يفقدوا أبدا هذا الإحساس من الابترار وهو الخضوع الكامل لله عز وجل والاعتماد الكامل على الله عز وجل ولم يأخذ أبدا الله عز وجل من المسلمات وأيضا أود أن أبرز على هذا الأمر وكما علمنا الأساتذة بأن هذا ينطبق بشكل خاص على المؤمن المذنب أو العاصي وبالتالي المؤمن يعرف ما كم عصى فباب المغفرة وباب الدعاء دائما مفتوح وباب التوبة أيضا كما هو مفتوح دائما لنا فربما يكون هناك شخص يرفع يداه تضرعا بالله عليه عز وجل وتشبها بالرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هذا نوع من الخضوع ومن الدعاء منطلاق من الحاجة ولكن قد يكون هذا الشخص لم يقم بأي عمل خير ولم يصل ولم يصم ولا قد قام بالكثير من الأمور التي نبغي القيام بها كل ما عليه أن يقدم الله عز وجل هو التوبة فالله عز وجل وبكل تأكيد سيستجيب له ويظهر له الكرم والرحمة إذن هذا حسن الظن بالله وهذا له يجب أن يكون لدينا هذا السلوك الإيجابي من الله عز وجل التوقع الإيجابي أن لا نيأس أبدا علينا دائما أن نعرف بأنه سوف يستجيب لنا دائما إذا ما عدنا إليه بصدق الله هو من يقبل التوبة أو قابل التوبة وهذا أحد أسماء الله عز وجل وهو سوف يقبل التوبة سوف نتحدث الآن بضعة دقائق عن بعض عناصر الدعاء من بين أهم هذه الأمور هي اليقين بأن دعائك سوف يستجاب له هذا أمر مهم جدا والإمام الترمذي والإمام أحمد والحاكم وبأستسند قوي قاموا بنقل الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وعلموا وعلموا بأن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل له من قلب غافل له لله عز وجل إذن ادعوا الله وبيقين بأنه سوف يجيب دعاء أينما من مهما كان وضعكم ومهما كنتم بعيدين عن الله ادعوا الله بيقين بأن الله سوف يستجيب لدعائكم وعرفوا أيضا بأن رسول عليه الصلاة والسلام قال بأن الله لا يستجيب إلى دعاء من قلب خبيث إذن لا نود أن نكون من قلوبنا أن تكون مشوهة يجب أن تكون قلوبنا يقظة ونظيفة وعندها سوف يستجيب الله لنا وقد قال الله في سورة الأعراف ادعوا ربكم تدرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ادعوا إذن الله عز وجل بتواضع وبسر وبسرية التواضع والسرية هاتين كلمتين تشيراني إلى الحاجة الملحة هذا هذا هو وصف للناس الذين هم في حاجة ملحة ويدعون الله بسرية ويدعون له بتضرع وبكسر انكسار كل الدعاء الصادق كما قلنا يتطلب هذا النوع من التواضع لأنه قائم على الإدراك لعدم اعتمادنا على الله عز وجل ولحاجتنا الدائمة لله عز وجل وكلما كانت معرفتنا كلما أدركنا هذا الأمر فالله يقول في كتابه العزيز وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إذن طالبنا الله بأن ندعو له حتى يستجيب لنا إذن هذا وعد من الله ألا تثقون بوعد الله عز وجل وبإيماننا بهذا الوعد يجب أن يكون لدينا يقين وأحد أهم ويجب أن يكون هناك أدب عند مخاطبة الله عز وجل ومن قلة الأدب بإن لا نؤمن بأن الله سوف تجيب للدعاء ومن ثم قال الله أيضا أن هؤلئك الذين يتعنتون عن العبادة سوف يدخلون الجهنم وفي الدرك الأسفل إذن التعجف والتعنت هي من الخصائص المذمومة سواء كان مؤمنا أم غير مؤمن فالدعاء إذا اختله أو تخلى له أي نوع من التعجرف والتعنت فلن يستجاب له وهنا أيضا للتحدث عن التحديات التي تواجهنا وهناك العديد من التحديات التي حتى لا نستطيع أن نعددها انظر لما يجري على مسلمين بورما هناك إبادة جميعية تقليدية إبادة تقوم به الحكومة يقوم بها البوذيين وبدعم من معظم المجتمعات والجاليات البوذية وهؤلاء المسلمين في بورما موجودين هناك من ألاف السنوات وقد قيل بأنهم ليسوا من بورما وإنما أتوج حديثا وهذا كله كذب وحتى لو كان كذبا فلا يقدم هذا أي فرق فهم مواطنون الآن في بورما الوضع حقيقة صعب جدا والرجل الذي يهرب من هذه المعسكرات ينتهي به المطاف عادة كعبد في سفن هل تعرفون بأن هناك سفن موجودة من العبيد ويعمل أن يعمل الذين يستعبدون على مدار الساعة ويضربون بالصياط وإذا ماتوا يرمون من على متن السفينة إذن هذا هو ما جرى للمسلمين في بورما وأولئك الذين يهربوا طبعا لم أذكر ما يجري لأن نساء هذا وضع صيء أيضا وأنظروا إلى المسلمين في سوريا وفي العراق وغيرها من البلاد الإسلامية في أفغانستان كل هذه البلاد في أزمة أنظروا إلى الباكستان وتركيا هذا ناهيك عن ذكر مصر وليبيا وأماكن أخرى وهذه فلسطين أيضا العديد من المشاكل والمشاكل تزيد يوما وراء يوم فإذا ما الذي نقوم به علينا أن نرفع أي رفع أيدينا بالدعاء لا يجب علينا أن ننظر إلى هذه القناة أو غيره ونقرأ صحيفة هذه الصحيفة أو غيرها ما علينا القيام به أن نلجأ إلى الله عز وجل في أوقات الحاجة واليأس وندعو له ونعرف بأنه سوف يستجيب لدعائنا هذه هي التزام إسلام بالدين وعلينا أن نعرف بأن الله سوف يغير هذه الأمور وإذن علينا أيضا أن نبذل كل مفوزنا لنقوم بالأمور بشكل صحيح هناك العديد أو الكثير من الأمور لنقولها ولكنني سوف أختتم الآن لأن الوقت قد أظن بأن الوقت قد دهمني ألا انتهى وقتي نعم انتهى إذن لا يزال لدي بضعة من الدقائق أود أيضا أن أعطيكم وقتا لتقولوا ما الذي تودون قوله إن قوة الدعاء وهناك حديث أيضا صحيح من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض يا له من حديث جميل رائع إن الذكر هو سلاح المؤمن هو السلاح السري للمؤمن وهذا ما يحرك الجبال ويحقق الأمور استخدموا هذا الدعاء لا يجب عليكم أن تلجأوا إلى اليأس إن الذكر هو سلاح المؤمن وهو عمود وعماد الدين والسماوات والأرض وضوء السماوات والأرض ونور السماوات والأرض الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح آخر أيضا لابن ابن ماجا وأحمد والحكم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرد القدر إلا الدعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر